بحثت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي ورئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز تايمور موسى سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتح السيسي جاء ذلك في اجتماع لمناقشة المحاور الرئيسية لتحسين التغذية الصحية لطلاب المدارس وللعلاج والوقاية من الأمراض الناجمة عن سوء التغذية من خلال إتاحة الوجبات الغذائية للطلاب والتي تمثل أكثر من 25% من احتياجاتهم اليومية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وفي هذا الإطار استعرضت وزيرة الصحة المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية كما أعلنت وزيرة الصحة أنه سيتم إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس ضمن المبادرة الصحة العامة ترجمة نانسي قنقر